اشتركوا في القناة هنهتم قوي قوي بالشك ده بخلاف هيكون عندنا اخبار اخرى تتعلق بالاهلي واستعداداته الاخيرة لمباراة الاسماعيلي غدا في بطولة كاسل ربطة وتاني مباراة النادي الاهلي في هذه البطولة بعد ما تعدل في المباراة الاولى امام الجونة بدون اهداف احنا تطرق ان اسعفنا الوقت لبعض الاخبار العالمية وكلها امور رمحاورة هتكون همة جدا جدا هنتكلم فيها كالعادة مهم قوي كمان تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقة وعايزين ناخد رأيكم في اداء المنتخب مباراة رأيكم ايه في مطش مصر وغنيها بيسو اللي كسبنا واحد سفر بهدف العالمي محمد صلاح هناخد تفاعل حضراتكم من خلال الصفحات المختلفة لقناة الاهلي على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام وفي الجزء الاخير نقرأ تعليقات وقرأ حضراتكم كالعادة البداية دايما بتكون بأهم وابرز العنوين تعالوا نشوف في تريند الاهلي مسماني يعلم قائمة الفريق لمواجهة الاسماعيل وكمان اقرم توفيق يقضع لفحوصات طبية جديدة بعد وصوله للقهر واخيرا المنتخب يصل يا ويندي استعدادا لمباراة السودان بالتوفيق اهم مطشاط النهاردة في مختلف البطولات نبتدي بالبطولات المحلية الاول اللي عندنا هنا في مصر بطولة كاسر ربطة النهاردة كان فيه تلات مباراة او فيه تلات مباراة منهم مباراة لعبة كانت مباراة مصيرة ما بين فيوتشر وبيرامدز فيوتشر قدر ان هو يعود في المباراة بعد ما كان متأخر بهدف من ضرب الجزاء قدر ان هو يفوز بنتيجة اثنين واحد على بيرامدز ودي اول مباراة ما بين الفرقيتين في تاريخهم المباراة التانية تنطلق في هذه اللحظات ومباراة مصر مقاسة مع استرن كامباني وايضا مباراة في نفس التوقيت ما بين الاتحاد السكندري والمصري مباراة كالياسيكية هتكون حلوة قوي بكل تأكيد ده فيما يتعلق بمباراة كاس الرقم بطولة الامم الافريقية في اربع مواجهات النهاردة اول مواجهة اتلعبت وخلصت خلاص ما بين جنبيا ومالي انتهت بالتعادل الاجابي واحد واحد عشان كل منتخب فيهم يصل لنقطة رقم اربعة وبالتالي يضمنوا التأهل لدور 16 من البطولة المباراة اللي حتنطلق فيها دي اللحظات ايضا او بالتحديد في تمام الساعة السادسة مساء وهي مباراة ساحل عاج وسيرليون سيرليون اتعدت مع الجزائر بدون اهداف فبالتالي عندها نقطة ساحل عاج كسبت جانيا لسوية عندها ثلاث نقاط هتبقى مباراة مهمة المباراة كمان اللي حتكون اهمة بكتير وهي مباراة تونس ومريتانيا في نفس التوقيت الساعة ستة تونس اللعبة مباراة منقوصة بسبب الحكم هتكون عندها دوافع كبيرة جدا وتركيز شديد نحو الانتصار على مريتانيا وتحقيق اول ثلاث نقاط نتمنى لهم يا رب كل التوفيق ومباراة ستكون ايضا مهمة الساعة 9 بالليل ما بين الجزائر وغينيا بيساو او عفوا غينيا الاستوائية غينيا بيساو معنا احنا في المجموعة الجزائر عندها نقطة بعد التعادل مع سيرليون فبالتالي مهمة او بالنسبة لهم ان هم يكسبوا غينيا الاستوائية في مباراة اليوم ده فيما يتعلق ببطولة العلم الأفريقية اما دوري انجليزي فالنهارده فيه مطشين بس كان مفترض ان هما يكونوا ثلاثة المباراة الثالثة اللي تأجلت ما بين توتنام هوتسبر وارسنال كان مفروض انها يتلعب نهاردة ستة ونص تأجلت بسبب تفاشي فيروس كورونا في صفوف ارسنال الانجليزي لكن في مطشين ابتدوا الساعة اربعة وهم مباراة وستام يونيتد مع ليدزي يونيتد وستام متأخر على ارضه بنتيجة اثنين واحد وليوربول متقدم في الانفلد على بريندفورد بهدف مقابل لشيء احرازه فابينه من سيست لي ترينت اليكساندر ارنولد الزهير الايمن المميز جدا كاس السوبر الاسباني النهاردة اتليتك بالباو مع ريال مدريد مباراة تمانية ونص اكيد هتكون قوية جدا دي اهم وابرز المباريات في مختلف البطولات حول العالم بعد الفصل تفاصيل كتير وكلام مفصل عن منتخبنا الوطني واداءه بالامس وتعاليق على بعض التصرحات وامور كتير جدا مهمة بتهم كل الجماهير الكرة المصرية بعد الفصل الثامن اهلا بحضراتكم مرة تانية فوز مهم مبارح اللي منتخبنا على غينيا بساو كان فوز صعب جدا جدا لكن اهميته ان انت بتحاول وده الجزء الاهم بصراحة ان انت بتحاول تستعيد الثقة اللي افتقدتها بفعل فاعل بسبب كيروش وتعامله في المبرارة الاولى امام ناجيريا واخطاءه الفجة الكبيرة الكثيرة جدا جدا في هذه المبرارة ولا افقدت اللعبة ثقاتهم في نفسهم محد يختلف على كده لا خالص يعني خالص فامبارح اه اداء كان نسبيا احسن وهي الموضوع بسيط والله يا جماعة القصة بسيطة كل واحد في مكانه لما بتلعب كل واحد في مكانه بيبقى فيه شكل فيها جمات شفنا كرة صلاح في القائم شفنا كرة مصطفى محمد في القائم شفنا في الشوت الثاني كرة زيزو في القائم تمام فبتروح بتشتغل عكس مثلا مبارات ناجيريا انت مروحتش اصلا انت مجدش اساسا جروة فلما حطيت كل واحد في مكانه هي قصة مفيش ابسط مفيش اسهل من كده حط كل العيد في مكانه هتلاقي فيه شكل نوعا ما فبالتالي فيه تحسن نسبي بالنسبة لمنتخب مصر في مبارات الامس لكن مش هو ده احسن حاجة مش هو ده اداء المنتخب اللي احنا منتظرينه ومش هو ده اللي احنا عايزينه او بنأمله بشكل كبير واحنا ما بنقول كده بنقول كده ليه لان احنا عندنا فرقة جمدة اوي وعندنا لعيبة بأسماء تقيلة جدا وعندنا احسن لعب في العالم هتقول لي واحسن لعب في العالم بلعب لوحده لا طبعا حتى العناصر اللي حواليه كلها مميزة العيب كان في مين في كيروش مش هبص هنفضل نقولها هو العيب كان في كيروش نتمنى ان مع توالي المباريات كيروش يرجع لنطجه ويرجع لصوابه في سواء بقت كتشكيل بداية اللعبين في اماكنهم او حتى في التغييرات لان السلبية كبيرة من دون السلبيات مبارح وهي حاجة مقررة هي التغييرات الخطئة اللي بيقوم بيها كارلوس كيروش في مباراة الامس انت بتخرج من صفى محمد وبتنزل زيزو في نفس الوقت زيزو اللي هو بيمتاز بالعرضيات الكتير جدا وبالتالي فيه تفاهمة بينه وبين مثلا مصطفى محمد لما كانوا الاتنين موجودين في الزمالك زيزو مستمر في الزمالك كان مصطفى احترف ففيه نوعا ما تفاهم فمش عارف ليه الفكرة ان انت تتخرج ده وده ينزل مكانه يعني وبعد الفترات بنلعب من غير مهاجم وكل شوية نقول لصلاح انت هتبتدي في مكانك وبعدين نروح حطينه في العمق وبعدين نقول لا ما عليش انا اسف تعالى تاني مكانا التشتيت ده واللغبطة دي بتشتت اللعبة بشكل كبير جدا وبتأثر على اللعبة وتركزهم الزهني في الملعب وده امر كان منحوظ جدا لكن في كل الاحوال خلينا برضو متفقلين وخلينا برضو بنشيد بمنتخبنا وعندنا اعمال كبيرة جدا في ان يتم تدارق الموقف تحديد من ناحية الاداء انبارح كان الاهم بصراحة الفوز وفوز كان مهم جدا وبمهارات ممتازة تعتبر فردية بالنسبة سواء امر السولية اللي فرق كبير 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 جدا جدا مع المنتخب او صلاح بكمته الفنية الكبيرة والهدف اللي احرزه بشكل مميز جدا جدا اللي غلب على منتخبنا في المباراة انبارح بالتحديد الشوت الاول اللي هو اللعب الفردي الكتير بنشوف عمر مرموش بياخد القرة كذا مرة يحاول يعد من الاول والتاني وكان ما فيش لعب جماعي بنشوف مصطفى محمد نفس القصة كذا كرة يقدر يلعب يلعبها مع صلاح هتوخد ويبقى فيه شكل جماعي نوعا مالا بيسدد على المرمى فيه اكتر من لعبة في الحقيقة التريزيجي حتى منيزل برضو كان فيه التريزيجي فرق معنا لمنيزل بصراحة وعمل حركة شوية لكن برضو كان فيه نوعا مالعب فردي شوية فلازم يبقى لعبنا جماعي اكتر من كده روح اللعبة لازم تبقى أكبر من كده بصراحة في الملعب لكن ده برضو كان ناتج عن ايه مبارح تحس ان الثقة مش موجودة وتحس ان المباراة مش عارفين يعملوا ايه وده ناتج عن المباراة الاولى التجانس ما كانش موجود التفاهم مش موجود بس برضو بنأمل ان مع الوقت الدنيا تتحسن وتبقى أفضل من كده لكن فيه حاجات تم التأكد منها مبارح من خلال المباراة اول حاجة عمر السلية هو أهم لعيب في منتخب مصر عمر السلية هو أهم لعيب في منتخب مصر خلي بالك في فرق ما بين أهم لعيب وأفضل لعيب أفضل لعيب في منتخب مصر هو محمد صلاح ده مش محتاج تقييم خلاص هو يعني بعيد عن أي حد جنبه مش في مصر بس في أفريقيا في العالم كمان هو بينفس على الجزئية دي أحسن لعيب في العالم لكن أهم لعيب في منتخب مصر هو عمر السلية كنت كبيرة جدا كنت الفنية في الملعب ممتازة وده بات سواء بقى مع الاهلي اللي بيمتلئ بالنجوم الكتير واللعابة المميزة اوي لما بيجيب عمر السلية الاهلي بيتأثر بصراحة ولما بيجيب عمر السلية في منتخب مصر المنتخب بيتأثر جدا وشوفنا الكلام ده في مبارات نجري عودة عمر السلية هي اللي فرقت بشكل كبير اوي وهو اهم لاعب في منتخب مصر خلال مباراة مبارح وخلال الفترة اللي جاية كلها وخلال الفترة اللي لما شوفنا دوره الكبير المميز في بطولة كاسل العرب فدي حاجة من ضمن الحاجات اللي احنا متأكدين منها تماما طيب عمر كمال فاجئنا كلنا بصراحة يعني بعد إصابة أكرم ربناش فيه وعافية رب قلنا بقى كده حيبا عندنا مشكلة في مركز الظاهير الأيمة وخصوصا بعد ما مستر كيروش نازل محمد عبد المنعي بمكان أكرم في مبارات نجريا فقلنا ده مش مقترع بعمر كمال لكن عمر كمال مبارح نجم المطش الأول عمل مطش كبير جدا الرجل أفرات ايه قوة بدنية ما شاء الله لكوة إلا بالله بتميزه بشكل كبير جدا الرجل 90 دقيقة ما شاء الله ما بيتعبش ربنا يا حمي يا رب يعني من الإصابات فكسبنا لعيب مميز لعيب مهمة قوي قوي عمر كمال أيمن أشرف عمل مباراة كبيرة بصراحة برضه محمد عبد الملعم لما نزل مكان الوينشلم لتمنى له الشفاء يا رب إصابة في العضل أمامي إن شاء الله تكون خفيفة ويرجع يشارك في المباراة محمد عمر مهم عمل مطش كبير أكتر من حاجة كانت كويسة لكن من ضمن السواب برضو أو من ضمن الحاجات اللي تم التأكد منها هي إيه؟ هي أن عبدالله السعيد يا جماعة نفقش يلعب من أول مطش عبدالله السعيد ده مش تقليل منه عبدالله السعيد نجم كبير ولعيب كبير محدش يقدر يختلف على كده واللي قولنا عبدالله ما عندوش فكرة يبقى معلش يعني مش 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 فاهم في فنياته الكورة قوي قوي يعني لك عبدالله لعيب كبير حلو لك هو عنده كم سنة الوقتي ستة وثلاثين بطيق قوي بطيق قوي 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 يعني تمام معطر رتم الهجمات بتاعت المنتخب وبرضو في جزئة ممكن نعذره فيها هم متعود يلعب رقم عشر هو بيلعب رقم تمانية في نص الملعب فليها واجبات واختصاصات معينة بيقوم بيها ممكن ما يكونش هم مستريح فيها قوي يعني لكن في نفس الوقت تقدر تستفيد بعبدالله ازاي هو ربع ساعة في المطش اخر ربع ساعة في المطش وده مستقليل من عبدالله هو عمل السن كده هي دي سنة الحياة يعني اخر ربع ساعة في المطش ينزل يحرق لك القرى يعمل لك سروهات لما تكون مثلا كذبات وانت مضغوط يوصلك للجن اكتر من مرة بالمرتدات الكلام من ده بمهاراته يوفى على الكرة يهدي الملعب ينقل هنا يماشي الكرة هنا هو ده المطلوب من عبدالله السعيد لكن ارجوك يا مستر كيروش ما تبتديش بيه المباراة ما تبتديش بعبدالله السعيد المباراة ما ينفعش لو عايز حد مواصفات عبدالله كنت تاخد افشل افشل راجل لسه صغير فت يقدر يروح هنا ويجي هنا ويجري في الملعب وبيجيد مركز تمانية بشكل مميز جد فدي جزئية من دبن الجزئيات لكن في المجمل انتصار مهم وان شاء الله باذن الله القادم هو اللي حيكون افضل بشوية السقة اللي بنتسبها مع الوقت ودي جوانب غاية في الاهمية في الحقيقة لكن انا عايز اقول لي مستر كيروش حاجة بعد اذنك اتعلم من موسماني مش عيب مش عيب انا باعي جدا اللي انا بقوله ممكن واحد يقول لك يا عم هو موسماني واجت نظرك انت شايف ان موسماني مدرب مش كويس مش عارف ليه بتختلف مع فنائي مفيش مشكلة رأيك لكن الراجل اثبت السنة دي ان هو مدرب عنده تنوع تيكتيكي ومرونة تيكتيكية ممتازة وانا والله والله بعد مباراة نيجيريا كتبت تويت عندي وطلعت هنا في برنامج السادسة وقلت قلت يا جماعة اتمنى ان بعد ما تصاب عندنا الظاهرين نلعب بتلاتة اربعة تلاتة وعندنا اللي بيجيدوا في الخطة دي بشكل ممتاز جدا اولا محمدي فتح اللي يبقى جنب الوينش وحجازي الوينش تصاب تحط ايمن اشرف تمام اربعة في نص الملعب وتلعب بالسلية جنبه النيني بقى او جنبه اي حد في نص الملعب مفيش مشكلة تمام يبقى عندك عمر كمال بانطلاقاته المميزة ناحية المين او زيزو خيارات عديدة هي الناحية التانية مرموش او تريزي جي او فتح لما يرجع هتدي مرونة ممتازة وحتلاقي الناحية دي الظاهير الايمن بيساعد صلاح جدا جدا وبيخلي صلاح يضم في العمق شوية الشغل احبا نشوفه لصلاح في ليفر بول يعني ليفر بول ما تلعبش تلاتة اربعة تلاتة بس صلاح بيجيد اللعب في اي حتة ناحية الليمين وبيقدر يدخل في العمق لما يكون مركزه الاساسي ناحية الليمين ففهاش مشكلة خالص ان كيروش يتعلم من موسيماني انا بقوله بعد اذنك اتعلم من موسيماني ما تكبرش والعب بتلاتة اربعة تلاتة اتمنى ليوجد نظري ممكن اكون صح وممكن اكون غلط بس ما فيهاش مشكلة ما يكون عندك مرونة تكتيكية بشكل اكبر موسيماني لما لقى ان احنا اربعة اتنين تلاتة واحد الناس فهمتها والدنيا قفلت معنا شوية في النادي الاهلي قالك لعنا اغير الخطة وفاجئ الجميع وعمل سبع مطشط ممتازين او ست مطشط بالتحديد في بداية الدوري ومبارات فيوتشر بشكل ممتاز يعني فدي جزئية عندي اكتر من جزئية اخرى عايز اتكلم فيها لسه بخصوص المنتخب هنروح بس للفاصل الاول وبعدين نرجع نكمل استنوا طيب انا عايز اوري حضراتكم فرق ما بين تصرحين ماشي اتنين اعضاء في الجهاز الفني ونشوف مين بيعرف تكلم ومين ما بيعرفش تكلم احنا بنتكلم بوضوح على طول وضوحي انا ما بيعرفش اجمل الكلام في الحقيقة فالكابتن دياء السايد مبارح مثلا بعد المطش رأيك لتكلم كلام موزوم جدا قالك ايه قالك المكسب شيء جيد الاداء كان متوسط في المباراة الاولى وكان لازم نحقق الفوز امام غنيا بساو وكان هناك ضغط كبير على اللاعبين والحمد لله اننا حققنا الفوز وقال الاداء بعد كل مباراة حيتحسن وشكرا الجماهير على الدعم وبص خلي بلك شكرا الجماهير على الدعم وقدم سيكون افضل التصرحات ممتازة جدا من كابتن دياء السايد كلها شفناها بعد المطش مباراة لكن تعالى بقى في المقابل الكابتن عصام الحضري كامل الاحترام والتقدير لي هو مش شاطر ابدا في التصرحات فانا بطلب منه بعد اذنك كابتن عصام ما تتكلمش بلاش تطلع تقول تصرحات عشان انت بدل ما تكسب الجمهور انت بتخساره مش ليك على المستوى الشخصي لا انت بتخسر الجمهور الداعم لمنتخب مصر لما هيسمع تصرحات زي دي هيزعل قوي فقال لك كابتن عصام الحضر قال لك ان هناك من يحاول ان يكون ترند بالحديث عن وجود مشاكل في المنتخب هذا لمصلحة من هو يا جماعة اي حد حينتقد المنتخب يبقى هدف ان يكون ترند طب هل المنتخب مش محتاج انتقاد ولا حضراتكم شايفين ايه يعني هل المنتخب جميل فل زي الفل شفنا اداء ممتاز شفنا الدنيا ماشية بشكل كويس ولا احنا مش رغضين بالنا فاي واحد هينتقد المنتخب يبقى ترند طب خب بقى الاسخم من كده قال لك ايه قال لك نحن لن نلتفت الى ذلك قبل اي قبل اي احد ينتقد المنتخب المصري هو بينتقد نفسه لانه مصري انا مش قادر افهمها بصرع يعني عمالة جيب الجملة يمين واجيبها شمال يعني هو قصده ايه يعني اللي بينتقد المنتخب ده مش مصري مثلا ولا مش فاهم يعني يعني الوقت ما بنتقد كيروشي بقى منتقد نفسي كمواطن مصري كمشجع مصري بقى عشق القرى في مصر بقى عشق منتخب بلادي بقى كيروشي بقى منتقد نفسي يعني 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 بقى كيروشي اتصرف غلط يبقى انا اللي اتصرفت غلط ده كلام مش حلو وكلام مش مظبوط وما ينفعش يتقال ويطلع من نجم كبير زي كابتن عصام الحضري كامل احترام والتقدير ليه تاريخ كبير وهو حرص عظيم اعظم حرص في تاريخ مصر محدش يقول غير كده محدش يقول غير كده لكن هو مش شطر في التصريحات وانا ارهنك يا كابتن عصام ارهنك ان انت لو كنت مش موجود في الجهاز الفني وكنت في احد الاستوديوات التحليلية بتحلل اداء المنتخب كنت حتقطع المنتخب اكتر ما احنا بنتكلم احنا بالمسبب ما ما قطعش احنا ما انتقد الاعلام المصري بينتقد المنتخب اعلام مصري كان متعشم في شكل افضل من كده انا بتكلم بالتحديد عن مبارات نيجيريا الاولى فلكن انا لو شايف نفسي انا مش شطر في التصريحات ما بلايش اتكلم احسن ما فيهش مشكلة مش عيب مش لازم اطلع قبصهم اقول يا جماعة اقول اهو كذا 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 طبعا مش بعرف اقول حاجة كامل الاحترام التقدير وفي ناس موهوبة في التصريحات وفي ناس ما بتعرفش تتكلم شوية او مش شطرة في التصريحات وده بيقللش منهم ولا من شخصتهم بالمناسبة يعني فبلاش خلي الناس اللي بتعرف ترتب تصريحاتها واللي تعرف تكسب الجمهور في ظهرها هي اللي تطلع تتكلم زي ما شوفنا كده كابتن دياء السيد كلامه الموزون المميز جدا جدا وقالنا احنا محتاجين الدعم خلال الفترة اللي جاية وبنشكر الجمهور وكلام ايجابي قوي قوي ويخلي الواحد ايه يفضل كده ورا منتخب لكن تصدير عدم التفاهم وعدم التفاقل وعدم كل حاجة ده مش كويس مش كويس وخصوصا ان الجمهور المصري غضبان خصوصا ان الجمهور المصري غضبان لا لازم يكون اسكى من كده في تصرحاتي فانا مختلف تماما تماما مع تصرحات الكابتن عصام الحضر واي واحد بينتقد منتخب مصر يا كابتن عصام هو مصري وهو خايف على مصلحة مصر وخايف على مصلحة المنتخب فده عمر مفروغ منه بالمناسبة ده فيما يتعلق اخبار عن المنتخب لكن الاهم ان احنا يكون عندنا الحظر كل الحظر من مباراة السودان منتخب السودان الشقيق منتخب محترم عمل مباراة كبيرة جدا قدام نجريا لعب قدام نجريا احسن ما احنا لعبنا قدام نجريا تمام عندهم مشاكل عندهم بعض الظروف لكن منتخب محترم وعدوا امال وفرص لحتى دلوقتي في البطول لو كذبك لقدر الله يتأهل لو كذبك يتأهل انت تتعادل تتأهل حتى لو تأهلت حتى تبقى ثاني مجموعة الا لو بقى مثلا غنيا بيساو حقاية مفاجأة ونسبة نجريا فلازم نكون حذرين جدا من المنتخب السوداني لان اماله موجودة وكل الفرص بالنسبة لهم لسه متاحة لو كذبوا لقدر الله منتخبنا الوطني لازم نلعب بشكل افضل ويكون احنا احسن من كده بعد مباراة غنيا بيساو اللي كان مفروض نكسبها اكتر من كده كمان يعني ما كانش فيه توفيق مباراة السودان عملوا مباراة ممتازة قدام نجريا بصراحة فلازم ناخد بالنا ونذكر المنتخب ده كويس ويستمر جيروش في وضع اللاعبين في اماكنه مش اكتر من كده بس فده امر مهم مش عايزين عكي يعني مش عايزين عكي لان احنا بصراحة قلقانين شوية على منتخبنا انا واثق ان بعد بعد مباراة السودان كل السكة في الجاز الفني وفي لعبي منتخبنا الوطني طيب تعال نشوف بعض الاخبار التي تقلت على منتخبنا في السوشيال ميديا والحسابات الرسمية المختلفة كارل سكيروش هو راجل ملك التصرحات بيحب جدا يقول التصرحات بتبقى عايمة كده شوية باللغة العامية ما تقدرش تفهم وعايز يقول ايه اللي هي كلام الانشائي من الاخر كلام الانشائي بيقوله وده مش انتقادي يعني لكن انا لوجهة نظري قال لك ايه ده من خلال حسابه الشخصي على تويتر قال بنهدي هذا الفوز للجمهور تمام الفوز اظهر ردة فعل او الفريق اظهر ردة فعل بروح رائعة وشجاعة وشجاعة عمل جيد يا رجال تمام نقف معا ومتحدين مهما حدث وده امر مهم جدا وتصرحات موزونا يعني برضو تعتبر لو ايه انا بحاول اكسب الجمهور في صفي بعد ما ابتدت غلط وبعد ما عكيت بشكل جبير جدا في ماتش نزري فيعتبر تصرحات طبعا مقبولة جدا طيب تعالوا نروح كمان لمن نروح لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم واللي قال او نقل تصرحات محمد صلاح بعد انتهاء المباراة وصلاح اتكلم على ان هو بيحلم بالتتويج بلقب قر مع المنتخب وده امر طبعا مؤكد خلينا نروح نشوف صلاح قال ايه بالتفاصيل ونرجع نكمل يلا بنا معدارش اقول الفوز اتأخر اللي احنا حاولنا نكسب من اول ماتش لكن انا عارف ان الفوز صعب ومتأخر بس برضو لازم ندي اللعيبة حق اهل مجهود اللي بزلوا الماتش كله ما فيش حاجة ما فيش حاجات كتيرة ممكن اقولها غير ان انا ببارك للعيبة على الفوز وببارك للجمهورنا والناس في مصر كلها طيب دي كانت تصرحات محمد صلاح تعالوا نروح كمان لحساب اليوم السابع على تويتر واللي بيتكلمه على جايزة زابستو هل صلاح كان طالع الفترة الفترة ممكن صلاح يسافر يحضر الحفل ويرجع تاني على الكاميرون بس خلاص الكلام المؤكد انه مش حيسافر وحيحضر الحفل ده من خلال او حيحضره إلكترونيا يعني بعد تعذر صفر لزيوريخ نتمنى يا رب ان صلاح ياخد احسن في العالم رغم اعتقد ان الترتيب كده هيكون ليباندوكسكي ميسي صلاح نتمنى ان يكون صلاح هو الاول طبعا وده حاجة هتفرحنا بشكل كبير جدا وتبقى الاولى من نوحة يعني في افريقيا كمان بعد اعتقد جورجوية هو اللي فاس بقى احسن لها في العالم مرة واحدة بس كلها بأفريقيا يعني خلينا كمان نروح لإحصائيات من الحساب الرسمي لسفورت 360 على تويتر وبيشيدوا جدا جدا زي ما كل الناس بتشيد بصراحة بالنجم عمر كمال عبدالواحد قال لك هو الاكثر صناعة للفرس اكثر من قامة بتدخلات ناجح اكثر من قامة بعرضيات ناجح اداء مميز قدمه عمر كمال في موراة الامس امام غنيا بسوق ده حقيقي تمريراته او تمريرات المفتاحية كاية اربعة استخلاص الكرة 17 نسبة التمرير 90% كرات طويلة اربعة من اربعة صحيحة تدخلات ارضية تمانية من تمانية ما شاء الله عليه مكسب كبير واتطمننا شوي على المكان ده بالاداء اللي ظهر به طبعا عمر كمال طيب بوابة الاهرام على تويتر قالت ان منتخب مصر يصل لعاصمة الكاميرونية استعدادنا من وجهة السودان هم خلاص اعتقد وصلوا خلاص ياويندي عشاء لعبوا السودان هناك ان شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في هذه المباراة هي مباراة عبعا نصيرية في مشوار المنتخب نحو التأهل لدوري 16 بإذن الله يلا كورا حسوهم على تويتر قالوا ان ده مصدر في جهاز الفني المنتخب صرح لهم ان بيتم التعامل مع احمد فتوح بالعلاج بأحسن الاجهزة التي استحبها الجهاز الطبي من اجل لحق مباراة السودان انا شايفين ما فيش اي وجه الاستعجال بالدفع بأحمد فتوح خصوصا ان تعتبر المباراة مش بقوة مباراة نجاري اه منتخب السودان قوي ومحترم وكل حاجة سحنا عايزين يعني ندخر احمد ابو الفتوح لمباراة دوري 16 بإذن الله تعالى لعيب كبير قوي ومهم جدا ومفتاح من المفاتيح الاساسية والرئيسية في تشكيلة منتخبنا الان عليه لو لا في مباراة السودان يتصاب تاني او حاجة في الاصابة طويل اكتر لا خلينا نحوشه شوية كده بمعنى اصح يعني المباراة دوري 16 خصوصا ان اي من اشرف موجوده وقدم مباراة كويسة جدا يلا كورا الا طبعا لو فتوح سنين مليون في المية جزء الفني وطبا همه قادرة يلا كورا احسامه على تويتر بيقوله من نفس المصدر اللي تكلمه معاه في المنتخب ان الوينش هيغيب عن مواجهة السودان عنده اصابة في العضل الامامية من منتظر ان ياخد المدافع للفحوصات التبية لتحديد مدة علاجه من اجل تجيزه المباراة دوري 16 بكأس الامم الافريكي ان شاء الله الوينش عنصر اساسي طبعا في المنتخب مصر والعيد كبير ان شاء الله يرجع بسرعة المباراة اللي بعد اللي جاية في دوري 16 باذن الله اخر خبر معايا في الترند المنتخب خلينا ناخد من في الجول سموها من رأس مع تويتر تصرحات لي يورجن كلوب مع موقع ليفربول اتمنى لمحمد صلاح الساديو مانيو نبي كايتا السعادة والحظ والنجاح اثناء التنافس في هذه البطولة الرائعة اتمنى ان اي حد فيهم ياخد البطولة وكلام طبيعي جدا من مدير فني عنده ثلاث لعيبة بيلعبه في بطولة الامر الافريكي وهو بيلعب في هذه اللحظات امامنا برينتفورد ومتقدم كمان في اللحظة دي بنتيجة 2 دي امور كانت مهمة جدا في تريند المنتخب هنروح بقى الفاصل احنا كده قفلنا مدف المنتخب تماما نروح لفاصل نرجع بقى نتكلم على الاهلي واستعداداته لمباراة الغد الهمة جدا امام الاسماعيلي في بطولة كسر استنوا اهلا بحضراتكم مرة تانية فيما يتعلق بالنادي الاهلي واخباره وتفاصيل واستعداداته لمباراة الغد امام الاسماعيلي في بطولة كسر ربط احنا مباراة القولة طبعا لعبناها قدام الجونة بناشئ النادي الاهلي 90% من التشغيل كان ناشئين وبصراحة ظهروا بشكل كويس جدا وتعددنا تعادل سلبي بدون اهدف لكن وضح ان مستر بيتسو مسلماني هيكمل في السياسة دي وهي سياسة الدفع بالناشئين ربما ممكن حتة مثلا استبعاد بعض اللاعبين لعدم اكتمال جهازيتهم بعد اصابتهم بالفيروس كورونا وشفاءهم فلسه محتاجين شوية تدريبيات عشان يكونوا جهازين لخدوا المباريات وايضا جزء اخر او سياسة اخرى وهي الدفع بعدد كبير من الناشئين عشان يقدر يكتسب هؤلاء اللاعبين كمستقبل للنادي الاهلي عند الحاجة اليهم وده امر في الحياة مهم جدا ومميز ومكسب كبير النهاردة تدريبات الاهلي كانت الصبح اختتم بها استعداداته لمبارات الغد امام الاسماعيلي قبل الصفر للاسكندرية عشان قابل الاسماعيلي هناك وده لقطات من مران الاهلي النهاردة الصبح المسلماني كمان اعلن عن القايمة قايمة مكوامة من 23 لعج بص بقى اسماء فيه كمان اسماء ناشئين يعني اول مرة يكونوا موجودين ما شاركوش في مبارات الجونة فخلينا نقول لحضراتكم القايمة بالكامل مصطفى شوبر اللي اتعلق المطش الاولاني بشكل مميز جدا حمز علاء ومصطفى مخلوف محمود وحيد محمد اشرف محمد خليفة نصير محمد مغربي مدافع كويس اوي وعبد الرحمن مانو وبرضه احد نجوم مبارات سابقة ومحمد احمد شرقية وعبد الجواد عبد الرحمن واحمد سيد عبد النبي وكريم فؤاد واحمد اشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي اللي بيعود وصالح نصر ورقفة خليل واحمد سيد غريب وزياد طارق المبشر ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف التلاتة وعشرين لعب منهم ايه خمس لعبة من كبار او اللي احنا يعني ايه اعتبر عارفينهم كويس او اللي هم مين كريم فؤاد محمود وحيد الحمد لله كريم فؤاد سليم يعني كان عنده بس اجهد عضلي كده بس الحمد لله سليم كان في العضلة الخلفية وتم تأكيد جهازيته المبرأة وموجود في القايمة محمود وحيد ومحمد محمود وعمار حمدي وحسام حسن هم خمسة دول احنا يعني نعرفهم كويس او الجمهور قصدي يعني حافظهم بشكل كبير هم الخمسة الكبار الموجودين في القايمة المكونة من تلاتة وعشر لعب ناشئ فحاجة كويسة وحنشوفه نتفرج بكرا بإذن الله واضح للأهلي ليه أهداف مختلفة في هذه البطولة مش شرط ان انت تفوز باللقب اه طبعا هدف من أهدافك انك تفوز بأي لقب بتخش فيه لكن في نفس الوقت فيه أهداف مشروعة جدا ومستقبلية جدا بيشتغل عليها النادي الأهلي من خلال اكتساب عناصر جديدة من قطاع الناشئين وقديدة منشوفها يا جماعة الناس كنتين تنتقد قطاع الناشئين في النادي الأهلي يا ديكم بتشوفوا القطاع مليء بالمواهب ازاي وحتشوفوا اكتر كمان في المورات الغد اطمن حضراتكم كمان على أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي المميز جدا احنا عارفين أن أحمد عبدالقادر كان عنده كورونا خف الحمد لله من الفيروس ده قدر انه هو يشارك في التدريبات النهاردة بشكل طبيعي جدا شركة جماعية لكن لنسا مش جاهز لخوض المباريات الرسمية لكن الأمور بالنسبة له كويسة جدا كريم فؤاد كمان النهاردة انتظم في التدريبات بشكل طبيعي بعد ما كان بيشتكي من العضل الخلفية في مبارات الجنة وموجود في القائمة وبكرة أكيد هيكون ليه دور في مبارات الإسماعية أكرم توفيق انطمن عليه بشكل كبير عنده بعض الفحوصات هو خلاص وصل النهاردة من الكاميرون على الطيارة اللي كانت راجعا بارح مليئة بالجماهير اللي راح يتأذر المنتخب فوصل النهاردة هيعمل بعض الفحوصات التبية الدقيقة جدا عشان يتم اكتشاف أو استكشاف مدى تطور الإصابة وهل في مثلا غضاريف مع الصليب أو أمور للشبه كده يعني الجوانب التبية اللي احنا يعني ممكن نكونش بنفهم فيها قوي أكيد الجهاز التبية في النادي الأهلي هو القضر فبالتالي أكرم هيعمل الفحوصات دي وبنقل عليها هيتم تحديد موعد الجراحة اللي بنسبة كبيرة جدا جدا هتكون برة مصر انتما ناله الشفاء العاجل ويرجع بإذن الله من إصابة الرباط الصليب قبل ما نروح للترند الأهلي والأخبار التي قاية على الأهلي في السوشيال ميديا خلي أقول لحضراتكم أن دي لقطات حصرية اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي كده لقطات وصول بعثة المنتخب للعاصمة يا ويندي عاصمة الكاميرون علشان يتم الاستعدادات بداية من الغد لمباراة السودان اللي هتكون يوم الأربع بإذن الله الساعة 9 في آخر مباراة في دور المجموعات من بطولة الأمم الأفريقية صلاح موجود كل العيبة موجودة تريزي جي عندنا والله نجوم تقيلة قوي عندنا العيبة مميزة جدا بس محتاجين ايه ليشغالهم صح وليوظفهم صح يعني برضو برضو عشان الناس نفتكرش ان احنا مننتقد كيروش كل الانتقد وخلاص الراجل عنده خبرات مدرب محنك كل الأمور دي لكن محتاج شوية ان هو يهتم بالمنتخب باللعيبة ويهتم شوية بالمنافسة في البطولة كل الدعم والتوفيق لهم بإذن الله تعالى دي اللقطات الخاصة بمنتخبنا عقب وصولهم للعاصمة يوم دي طيب خلينا بقى نروح لترند الأهلي وبعض الأخبار اللي تقالت على الأهلي في السوشيل ميديا ونعلق عليها ونشوف ايه الجديد الوطن سبورت وحسابهم الرسمي على تويتر وقال لك عاجل مسلمان يتلقى عروضا قطرية وإماراتية قبل تجديد عقده مع النادي الأهلي ويبدو بالنسبة لي الخبر منطقي ليه منطقي لأنه هو مدرب كبير مدرب مميز نتائجه أرقامه وتقول كده ممكن نختلف معاه في بعض الجوانب الفنية مفيش حد كامل يعني مفيش حد بكل حاجة بيعملها صح مفيش ده مش موجود لكن طبيعي أو أنه مدرب بالقيمة دي بالألقاب دي بالأرقام دي تمام وبأداء مؤخر مع النادي الأهلي أنه يجي لعروض قطرية وإماراتية حقيقة العروض دي ايه مفيش أي حاجة رسمي ممكن كلامه هو كلام جس مبض الكلام اللي زي كده لكن لغاية دلوقتي يفيش حاجة رسمي بخصوص موسيماني الرجل حريص أشد الحرص على استكمال مشواره ومسروعه مع النادي الأهلي نتمنى له يا رب كل التوفيق حساب مبتدع على تويتر بيقولوا أزمة بين الأهلي ومسيماني أعرف السبب أبا الواحد يتخض بقى كده جامد جدا ونشوف إيه السبب لما تيجي تقرأ المتن بتاع الخبر هتلاقي قالك إيه قالك أصل فيه غياب لبدر بنون محتمل أو شبه مؤكد يعني عن كاس العام الأندية فالرجل عايز يجيب مدافع وجهة نظر المسؤولين في النادي إن إحنا عندنا محمد عبد الماني وحيرجع بداية الموسم محمود متولي الماشي كويس في التأهيل بتاعه والعلاج بتاعه فمش محتاجين مدافع دلوقتي وكلام مش بنفس الطريقة دي ولا مش بنفس السياق ده يعني خالص ممكن يكون الرجل طلب أو ممكن ما يكونش طلب كلها أمور بتتم التنصيق ما بين لجنة التخطيط ومشرف على الكورة كابتين محمود الخطيب ومسيماني وفي الأول وفي الآخر دي كلها اجتهادات يعني فيش حاجة من هذا القبيل إطلاقاً ولا فيه أزمة ولا الناس بتحاول تصورها أزمة وفيش أصلاً أزمة وأصلاً ممكن ما يكونش تم اكتراح هذا الموقف ده فيما تعلق بترند الأهلي وآخر أخبار النادي الأهلي هروح للفاصل سريع بعدين نرجع نكمل آخر فقرات الحلقة النهاردة يلا أهلا بحراتكم من جديد خلينا ناخد تفاعلات الجماهير المصرية على سؤال حلقة اليوم ورأيكم في أداء المتخب في مباراة تغنية بسوء بالأمس نبتدي بأحمد ناصر واللي قالت حياتي لك يا أمير أنا بحبك قوي على رأسي يا أحمد الله يهزك أداء كان الشوت الأول حلو الشوت الثاني كان متوسط بس الحمد لله على فوز وعقبال المطش اللي جاي وسعود بإذن الله لمصر أهلا وأفتخر ماشي يا بحمد ناخد كمان عبدو صالح والقالت تحياتي لك يا كابتن أمير تحياتي لك يا عبدو بصراحة الأداء كان ضعيف جدا أقسبنا وده الأهم لكن جنيا مش الفريق الكبير عشان نقض نحرق في دمنا طول المطش أتمنى الأداء يتحسن ونوصل لأبعد مقطة في البطولة وهي أننا نرجع بالبطولة بإذن الله يا رب لكن لو فضلنا كده سيناريو 2019 حتكر ونطلع من دور 16 إن شاء الله خير يا عبدو وخليك متفائل شوية أحمد ناصر قال أداء جايد بس عشوائي محتاج لمسات في خط الوسط أتطفق معاك خلينا كمان ناخد إبراهيم سامي واللي قال أقل من الباهت وده تعليقه على أداء المنتخب مع وجود جيل يقدر ينافس على كل البطولات أكيد أصدو يعني ماشي أو كبرى البطولات تماما خلينا كمان ناخد أحمد أو محمد عصام قال من وجهة نظري أداء المنتخب كان متوسط مش مختلفين على حتة إن الأداء كان متوسط لكن في نفس الوقت إن شاء الله بإذن الله اللي جاي يكون أحسن وإن شاء الله منتخبنا يقدر يعني يظهر بشكله الحقيقي وبالصورة الحقيقية من خلال المباراة السودان وما بعد هذه المباراة في الأدوار الإقصائية ودي بيبقى لها حسابات مختلفة وترتيبات مختلفة وتكتيك مختلف وإن شاء الله بإذن الله يبقى شكل مختلف بالمناسبة خلينا نفتكر مثلا لما بورتغال خدت اليورو كانت تلعت ثالث مجموعتها ثالث مجموعتها وفي الآخر قدرت إنها تكسب فرنسا في النهائي على أرض المنتخب الفرنسي ووسط جماهيرو فمشتر تبتدي وحش وتخرج لا ممكن تبتدي وحش وتاخد البطولة في الآخر فإن شاء الله بإذن الله خلينا ندعمين للمنتخب ومتفقلين بإذن الله دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند استنونا في حلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج بإذن الله إلى اللقاء